السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال اليوم سنحضر معكم حلوة سهلة وسريعة لشرب الشاي اقتصادية بكمية كثيرة بمكونات بسيطة متواجدة في كل بيت كجيل ديه بثاف متشبعوش منها الي اعجبكم فيديو دي اليوم متنسوش بارتاجه مع اصدقائكم لتعمل فائدة نحتاج كأس من السكر معيار الكأس 150 جرام فانيليا كيس واحد فقط او ملعقة صغيرة رشة ملح لتحسين الطوق جوج بيضات نختم المكونات جيدا بالطراب اليدوي حتى يضب السكر ممكن تخدمه غير بيديكم من بعد نضيف كأس من الزيت نباتي ودائما كنوزن بنفس الكأس يوزن 150 جرام نمزج المكونات جيدا بالطراب اليدوي هاد الحلوة السهلة سريعة تحضر ممكن تحضروها في اخر لحظة نضيف علبة سفلون بنكهة الشوكولات الوزن العلبة 1.5 جرام نضيف ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو كاكاو غير محلة الكاكاو من الأفضل يكون نوعية جيدة باش الماداق ديال الحلوي يجيزوين إلا ما بغيتوش تعملو فلوم شكلات ممكن تعملو غير جوشت المعال قبار ديال الكاكاو من بعد نضيف 200 جرام الكاوكاو أو فوز سوداني محمر ومطحون مهرمش مطحنتوش مزيان خليتو مهرمش نصف كأس من الكوك أو جوز الهند ندخلهم في الخلاط من بعد نضيف الدقيق بشكل تدريجي الدقيق أنا غربلته من قبل نضيف الكأس الأول من الدقيق الكأس الثاني خميرة الحلويات 8 جرام نضيف الدقيق في الخلاط إلى خصنية دقيق نضيف مرة أخرى هذه الحلوة اقتصادية قد تعطي كمية كثيرة بمكونات عندك في البيت نضيف الكأس الثالث بشكل تدريجي نضيف نصف كأس من بعد نضيف نصف كأس الآخر نجمع المكونات حتى نحصل على عجينة تكون رطبة نضيف نصف كأس الآخر نضيف نصف كأس الآخر نضيف نصف كأس الآخر نضيف نصف كأس الآخر ثلاث كؤوس من الدقيق ممكن يهزلكم كمية أكثر ممكن أقل على حسب نوعية الدقيق هذا هو القوام عجينة رطبة نقسمها إلى نصفين نصف نغطيه بكيس غذائي نضيف نصف كأس الآخر ونصف الثاني نبدأ نخدم به نطلق العجين بالمدلك انا عملت كيس غذائي تحت العجين وكيس غذائي فوق العجين أو كيس بلاستيكي نطلق العجين بهذه الطريقة بالمدلك طريقة سهلة السمك العجين نضيفه قليلا نضيفه قليلا بالشكل الحلوى مني طيب يجيزين هذا هو السمك اللي طلقت به العجين كيف كتشوفوه نطبع العجين بالكاس ما غديش نطبعها بالطابع نحصل على شكل هلال هذا هو الشكل عن قرب ممكن نطبعها بالطابع على شكل هلال لكن مني كان طبعها بالكاس الحلوى مني كانت طيب كيجي من درجة من الجوانب كيجي الشكل الهزوبين نستمر بنفس الطريقة حسنا نطبع العجين اللي عندي كامل والبقايا دي العجين غدي نجمعهم ونزيد عليهم العجين الثاني اللي بقى عندي ونطلقوه بنفس الطريقة اللي عملت في الأول كنطبع على شكل هلال كنحاول نطبعهم شوية عراد كيف كتشوفوه كنطبع وضعهم في الصينية لغدط الفرن صينية فرش لها ورق الزبدة إلا ما كانش منتوفر عندكم ورق الزبدة ممكن تدهنوا الصينية ديالكم بالقليل من الزيت ندخل الصينية الفرن فرن ساخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة ضروري الفرن يكون ساخن من قبل الفرن أنا شعلت عليه في الأول غير من التحت حتى الطيب الحلوى من بعد كنشعل عليه من الفوق غير شوية ونخرج الصينية من الفرن هادي الصينية الثانية اللي حصلت عليها ندخل الصينية للفرن ونعود نرجع معاكم من بعد ما الطيب الحلوى هذا هو الشكل ديال الحلوى من بعد ما طابت وخرجها من الفرن كتجي طيبا زيان هذا هو الشكل دياله عن قرب حلوى نجيحة 100% هذا هو الشكل دياله من التحت هادي الصينية الأولى وهادي الصينية الثانية اللي حصلت عليها نخليها جانبا نحتس برد ونزول مرحلة التزيين نحتاج شوكولات أسود لدوته على الحمام مائي تقريبا 200 جرام ديالشوكولات ونحتاج جوز الهند أو الكوكي يكون نوعية جيدة نغطس الحلوى في الشوكولات ونزول فائد ونضع فقط شبكة نستطيع خمسة الحبز نغطيهم بجوز الهند أو الكوكي باش ميهزوش ليا كمية كثيرة و باش ميهزوش ليا كمية كثيرة و باش ميهزوش شوكولات معجن يعني تجي الخدمة نقية باش ميهزوش نغطي الوجه بجوز الهند أو الكوكي كيف كتشوفو بجوز الهند أو الكوكي من الأفضل يكون نوعية جيدة يكون دهني باش الماداق ديال حلوى جيزوين عندي 200 جرام ديالشوكولات أسود اللي دوبتوا على حمام مائي وضفت ليه ملعقة كبيرة من الزيت ولكن أنا مستعملتش هاد الكمية كاملة بقى عندي شوكولات حتى في التبيح حتى نعملو بشو وصفة أخرى صافيكا نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل كمية اللي عندي كاملة و نعود نرجع معكم باش نشوفو الشكل النهائي هذا هو الشكل النهائي حلوة سهلة وسريعة اقتصادية بكمية كثيرة بمكونات عندك في البيت من قلد الحلويات اللي عملت كتجي لديدة بزززاف لا تشبعوش منها حلوة بدون زبدة كتجيه شيشة دوبدوبان في الفم إلي عجبكم فيديو دي اليوم ما تنسوش خليوا لايك واسبارتاجوا مع أصدقائكم لتعم الفائدة وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله